السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا شباب ده تسجيل فيديو للعمل الأخير إن شاء الله بعض الاسلايدي اللي احنا نقودها إن شاء الله هنستعرضها وحيتحطركم الفيديو على البلاد بورد إن شاء الله وحيكون في روابط كمان الفيديوهات تثقيفية يعني توريكم الحاجة كما ينبغي إن شاء الله بإذن الله توفيرا للوقت يعني وقتكم عشان الفطرة فطرة اختبرات يعني بنتكلم دلاتي على الإنبات عمية الجرمانيشن أو الإنبات الأول بنكلم بناخد مثال واحد فقط اللي هو بذرة برزة الفول زوات فلقتين النبات ده لما بيجي اللون جاي فتحين البذرة بتاعته بنلاقي إن هم فلقتين بناخد نص واحد منهم عشان نشرح عليه فبنلاقي إن النبات اللي احنا قدامنا ده ده النبات الصغير اللي هو بيسموه بيبي بلانت أو النبات الصغير في الحالة الصغيرة يعني بيكون فيه ورقتين بالشكل ده صغيرين بيسموهم رشتين أو الأوراق الأولية يعني ورقتين دول هم أول ورقتين هيكونوا أو هيخرجوا من النبات بيبقى شكلهم مختلفة عن باقي أوراق النبات يعني الجزء اللي تحت ده اللي هو بداية الساق ده بيسموه سويقة تصغير كلمة ساق سويقة علوية خلاص والورقتين أهم المسافة اللي تحت الورقتين دول بيسموهم سويقة سفلية الجزء الأخي خالص ده الجزير اللي هو هيبقى جزر طبعا خلاص يبقى كل التركيب الصغير ده كده اللي هو أدي واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة بيانات ده بيمثل الجنين تمام؟ طيب بعد كده بنلاقي هنا المكان ده المكان ده اللي كانت البزلة دي متصلة بيه بالثمرة ده بيسموها السرة مكان الاتصال بمشيمة المبيض الى أول أول ثمرة يعني في فتحة هنا سويق دي مهمة جدا بيسموها فتحة النكير ايه فتحة النكير دي؟ دي الفتحة اللي بتخش منها المية عشان يحصل انبات لازم مية المية مش هتخش من اي مكان غير الفتحة السويرة دي عن طريق التشرب مش الامتصاص التشرب حنعرف الكلام ده بقى ان شاء الله في مقرر ديم خالص اسم المقرر الفيسيونش الجزء اللي هو الفاتح ده اللي هو بيسموه الفتحة او الغذاء المقتزن عبر عن النشا ومواد مقتزن يعني نفس التركيب زيه في الفلقة التانية معادة الجنين الجنين حيبقى موجود هو جنين واحد بس فطبعا احنا خدنا الناحية دي اللي هي فيها كل التركيبات طيب والبني الغامق اللي برا ده اللي هو هلاف ايه البزرة يبقى ده التركيب بتاع بزرة ايه نبات الفول طيب ننتقل بعد كده نشوف قطوات الانبات طبعا الجزء ده انا مش عايزه لان الجزء ده هو نفسه اللي احنا شرحناه يعني لو انا عملت كده خلاص انا مش عايز الجزء ده ليه لان خلاص هو موجود في الصفحة اللي قبلها يعني لكن احنا هنا بنشوف الخطوات بتاعت الانبات فحلاقي خطوات الانبات بتبدأ اهو انا هتكبر شوية البزرة بتبقى محطوطة تحت التربة هنلاحظ حاجة اول حاجة خرجت مش النبات كله لا الجزر الاول الجزره بيبقى واخد لفة كده صغيرة وبيرجع تاني ليه اللفة الصغيرة دي عشان الجزر ده لو نبت من الجزء الطرفي ده كده على طول خلاص هيحتكب حبيبات التربة ممكن يتقطع فبالتالي بياخد اللفة دي كده عشان الجزء ده بيكون جامد شوية الخلايا بتاعته تتحمل الاحتكاك بحبيبات التربة المهم فالجزء ده اللي هو الصوايقة السفلية واضي الجزء الاولية خرجت بالشفل ده كده الخطوة التانية بلاقي بقى خلاص بعد ما الجزء ده خرج بالشفل ده والجزء كبر شوية يعني قدر يسبت النبات تمام يبتل ساعتها الاشرة دي طبعا بتكون تقطعت خالص ليه تقطعت نتيجة التشرب بالمية الفلقتين دول بيكبروا في الحجم فيمجها اطعين الاشرة بيبتدي بعد كده بتخرج الفلقتين دول اللي هم الغزاء المختزن لسه موجود اه ما هنبات ده بيعيش على الغزاء المختزن ده ويكون الجزء لانه لسه ما عملش بناء ضوية فيبتدي بعد كده يطلع الاولاق الاولياء بعد كده بقى اول ما خلاص الاولاق بتادت تتكون دول حيبكونوا بيتبالوا بقى خلاص ما لهمش عازة ما لهمش ليه لانه دول كده بيوفروا غزاء مختزن لغاية لما الجزء يكبر ويمتص هو المياه والاملاح وآدي هنا وبيبقى فيه برعم قمي طرفي او قمي برعم في القمة هنا او في الطرف ودي الصغيقة العلية بالشافي ذا كده دول الوراقتين الاولي عايتين احنا اتفقنا ان اول اوراق دي مختلفة عن شكلها عن باقي اوراق النبات بيبتدي بعد كده بقى خلاص دول فلقتين زابلتين ملهمش خلاص ووجود لان خلاص اللبات يبتدى يعمل بناء ضوء ويمتص المياه والدنيا ماشية زي الفل ويبتدي يكون النبات يبقى دي خطوات الانبات في نبات ايه الفول طبعا هنا بيبقى ده الجزء الاساسي او الرئيسي ودي الجزء الجانبية طيب خلاص طيب احنا هناخد مثال واحد بس او هناخد مثال واحد بس المثال التاني ده انا مش عايزه اهو هنكتفل بالمثال واحد فقط نفس الخطوات تعليبا يعني طيب بنخش بعد كده على شكل النبات بقى لما نبت النبات دي تكون النبات زي ما احنا شايفين كده اهو ده تركيب ظاهري لنبات زهري ده الشكل الظاهري يعني يا دعوة فلقتين هو ماء Emma هنا نبات الطماطم يعني فحنلاقي النبات زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده بيتكون من جزء رئيسي او الجزء الاساسي اذا كلام دة تشرح مبقي في المحاضرة لو تصفك بس ب parsley مع ده جزء الرايسي او الجزء الاساسي اللي هو بيكون بالشكل ده من اول هنا كده وي esperbe بالمنظر ده كده ده الجزر الرئيسي بيبقى فيه جزء منه اللي هو فيه الشعيرات الجزرية اللي هي المنطقة دي نفس التركيب ده وطبعا هنا طرف الجزر والقلونسوة او الجزء اللي هو عالطرف ده هنا اللي بيحمي الخلايا الملسطيمية الخلايا اللي بتنموية ده التركيب بتاع الجزر الرئيسي نفس التركيب ده بيبقى موجود فيه التركيب الجانبية اللي هي في الجزور الجانبية او الثانوية يبقى ده جزر اساسي او اولي او ايه رئيسي او دي جزور دانبية او ثانوية وليها نفس التركيب ده المجموع الجزر لتحت الارض بعد كده بنروح بنلاقي في نباتة عندي الصاق بقى فوق خالص في حالات انا حشيلها اهو ده اللي هو عبارة عن الصاق هنكتبها كده اهو ده صاق النبات خلاص اهو الصاق بقى ده الصاق بتاع النبات بنلاقي ان هو بيحمل اوراق يعني دي كلها عبارة عن ورقة اهو دي كل التركيب ده كله التركيب ده اهو ده كله عبارة عن ورقة مكتوبة هنا اهي دي كده اهي عبارة عن ورقة بنلاقي في كل ورقة فيه بيبقى هنا برعم موجود البرعم ده يما بيدي طرف زي ما الطرف ده كده موجود فرع متأسب بيدي فرع او بيشيل زهرة زي ما احنا شايفين بيشيل زهرة بالمنظر ده اللي هي بعد كده بتتحول الى ثمرة وجواها فيه بذور طيب المكان اللي بيقرب منه الورقة يعني المنطقة دي اهي الحتة دي وادي الحتة دي وادي الحتة دي دي كلها عبارة عن اه عقد المسافة ما بين عقدتين متتاليتين طبعا انا واخد الجنب العليمين ده كده اللي عيسار يبقى النقط دي نقط عقدة ودي عقدة المسافة اللي بينهم سلامية اللي هي مسافة ما بين عقدتين اللي موجود هنا هو ده خلاص الموجود اللي هو المسافة ما بين الساق وبين الورقة دي ده برعم جانبي او ابطي بعد كده دي انا مش عايزها خلاص وبرده كلمة انسجة وعية انا مش عايزها بنلاقي في النهاية خالص برعم اخر اللي هو الطرفي او الطرف طبعا ده غلط هنا ده مجموع اللي هو ايه المجموع الخضري المجموع الخضري وده البرعم الطرفي بتاعه ده تركيب النبات الزهري وطبعا المحاضرة متسجلة تقدر تعدي الكلام مرة تانية هناخد طبعا مثال واحد فقط فبالتالي بنشيل المثال التاني بالمنظر ده كده بنكتفي بمثال واحد بعد كده بنبتين نشوف بقى التركيبات الايه النبات نفسه احنا قلنا فيه جزر وفيه ساق والساق بيحمل اوراق وجزور وكذا طب نشوف الجزور حكايتها ايه النبات الجزور بتبقى نوعين اساسيين خلاص اللي هو ايه النوع الاساسي النوع الاولي اللي اقدر اميز فيه الجزر الرئيسي يعني ايه هنا لو بصيت اعرف ان ده الجزر الرئيسي اهو ودي جزور جانبية نفس الكلام ده ده الجزر جزر رئيسي وفيه جزور جانبية الليفت او البنجر او الشاماندر جزر رئيسي ايا كان شكله بقى منتفق مش منتفق وفيه جزور سنوية يعني الفكرة او العبرة ان اقدر اميز الجزر الرئيسي اللي هو الاساسي يعني من الجزور الجانبية في الحالة دي بسمي ده جزر اعتيادي اقول انهي واحد فيهم بقى جزر الرئيسي ده ولا اللي جنبه ولا ده ما اقدرش اعرف ساعتها بيبقى الجزر كلها شبه بعض زي الالياف فبيسموه جزر ايه ليفي يبقى اي جزر اقدر اميزه الجزر الرئيسي يبقى ساميه جزر اعتياتي طبعا الجزر الوظفته الاساسية تثبيت النبات وامتصاص الميا والاملاح طيب اللي هو الشكل اللي هو العليصار اللي انا حطيت فيه السهم ده طب والاتنين دول اه دي تحورات حنشوفها بعد كده يلاقي الموظيفة تانية ده مثال اهو ادي جزر الاعتيادي لو انتوا بصتوا كده اقدر من اول ببص كده اه جزر الرئيسي اهو اقدر اميزه ودي جزر السنوية انما هنا ما اقدرش فدي تبقى الجزور ليفي تعالى بقى نبص بقى التحورات بتحصل اهو ادي جزر الرئيسي اقدر اميزه اهو طب وفي جزر سنوية طلع منه اهي ايو مظبوط يبقى ده جزر ايه يبقى ده نبات ايه اسم النبات ده الجزر طبعا دي كل الوان وليه الوان كثيرة ده الجزر خلاص نوع الجزر هنا اعتيادي طب هو بدل ما يبقى رفيع بقى سميك بقى منتفخ يبقى ده التحور يبقى نوع التحور نوع الجزر اعتيادي التحور اللي فيه انتفاق الجزر طب ايه الهدف ليه تحور وبقى منتفق عشان يخزن خلاص ده نبات الجزر في نبات تاني لنبات الفجر هنشيل المثال ده او هنكتفي بمثال واحد فقط اهو لانه بيدي نفس الكلام هنا ده اللفت نبات اخر بالشكل ده كده احنا هنكتفي بواحد بس طالما نفس التحول ونفس الحكاية بنكتفي بمثال واحد فقط هنا بقى بنيجي دي خلي بالك دي البطاطا اللي هي البطاطا الحلوة طبعا لو انتو هتبصوا في لو انتو روحتوا اي مول هتلاق انو عين موجودين دول النوع اللي على سنة الاحمر ده نوع البلدي بيكون ارخص سعرا يعني النوع ده بيكون مستقرد شوية بيكون اربع خمس اضعاف في السعر لكن هو نفس الحكاية نفس الكلام ده عبارة عن جزر لما فرض الجزر دي بتبقى الفيعة ايه اللي خلي الجزر بقى منتفخ بالشكل ده يبقى دي البطاطا الحلوة النبات اللي انا شايفه قدامه ده انهي جزر ده الجزر بتاعه نوع الجزر الاعتيادي يعني اقدر اميز الجزر الرئيسي من الجزر السنوية تمام ادي جزر الرئيسي حتى انا مانيز طه ودي كاعدنها جزر سنوية خلاص طيب جميل التحور الموجود انتفاخ الجزر الهدف التقزين يبقى احنا شوفنا ساق جزر انتفق يعني زي وزي الجزر اللي في الاول ده ايوة زي وزي الجزر اللي في الاول بس انا شبته كل الامثلة بس حابة تقدي المثال بتاع البطاطا طيب تعال بقى نشوف فيه جزر تاني اه فيه ابو ستلاقي هنا ده ساق طالع فوق ايه فوق الارض الله طب الجزر تحت الارض لا الاقي فيه جزور ابتدت تخرج من العقد والقايبة من سطح الارض يعني ادي عقدة مكان خروج ورقة بس احنا شايلينها وقادي مكان خروج ورقة ابتدى يطلع منها جزور طيب نوع الجزر هنا عرضي يعني جاي في مكان عارض مش مكان عادي عرضي هوائي يعني دول صفتين مش صفة واحدة خلي بالكوا يا جامعة الخير هذه صفة وآدي الصفة التانية عرضي يعني مش مكان طبيعي وهوائي لنفوق الارض التحور بتاعه كونه انه هو خرج في المكان ده خروج ايه التحور اللي هنا ان الجزر ما خرجش من مكانه تحت لا ده خرج من على عقد الساق طب الهدف من التحور ده انه يدعم النبات يعني الساق ده ضعيف شوية ممكن خلاص فتبتدي فيه جزور تطلع من فوق كده عشان تنزل في التربة تاني تعمل تدعيم للنبات ده بيسموها جذور عرضية هوائي عرضية يعني مكان غير طبيعي لانها طلعت من على الساق وده مش مكان خلوج الجزر وهوائية لانها فوق سطح الطر جميل طيب ده شكل اخر اه احنا حناخد برضو مثال واحد يبقى المثال ده ما اناش عايزه اهو يبقى خدنا مثال واحد فوق طب تعالى بقى نروح لانواع الساق اهو بالشغل ده كده الساق ووظفته الاساسية انه بيحمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار ده بس ايه مجرد ايه التعريف بي يعني ده وظفته لكن انا مش عايز الشريحة دي خلاص هنا بقى هنا احنا خدنا ايه الجزء اللي فوق ده احنا خدناه قبل كده اه هنا عندي الساق بقى نوعين فيه ساق اهو بالشكل ده اللي ماشي بالشكل ده كده ده ساق اهو ماشي بالعرض تحت الارض وفيه ساق تاني بقى اللي هي الفروع طلع الفوق اهي دي كلها سيقان برد اه الساق اللي ماشي بالعرض ده تحت الارض ده بنسميه رايزومة هو عبارة عن ساق تحور يبقى فيه تحور هنا ان الساق بقى ايه بقى رايزومة يعني ايه رايزومة بقى تحت الارض ماشي مش فوق الارض الساق المفروض فوق لا ده بقى ماشي تحت الغرض حكتين تعمير وتخزين تعمير لانه فوق عرضة انه يتقطع يتاكل من الحيوانات وكذا وكذا كعجب يعني لكن تحت الارض بقى فيه حماية فبيعمر يعني يعيش سنين عمره يبقى طويل تعمير يعني عمره طويل والتخزين في نفس الوقت اللي لما هقطع فيه صح هو مش منتفخ لكن هلاقي فيه كمية من المخزون من النشأ وهكذا عرفت منين ان ده الساق احنا قلنا بيحمل ايه بيعمل مقسم الى عقد وسلميات بص كده حضرتك اهو ده عقدة عقدة مقسم الى عقد وسلميات وهنا فيه برعم اهو ام لا يطالع شاي البراعم اهو الفرع ده هيجي منين من برعم اهو موجود هنا والفرع ده هيجي منين من برعم يبقى مقسم مع الساق عرفت منين ان الريزومة دي لو قلت لك قولي ان الريزومة دي ساق قولي سبابين السبب الاولاني انه مقسم الى عقد وسلميات زي ما انتم شايفين الحاجة التانية انه شايف براعم بدليل ان هي عطت افرع لان الفرع مش هيجي غير من برعم نفس الساق اللي فوق ده بقى ابتدى يبقى اخضر انما اللي تحت ده تحت الارض لسه ما بش هيبقى اخضر ليه مش شايف الضوء انما الجزء اللي تطلع فوق حيبتد يبقى لونه اخضر زي الساق طيب في هنا حاجة تانية الساق اللي هو هنا ده خلاص طالع من العقد بتاعته جزور سواء اللي بالعرض او اللي فوق ده وطبعا دي جزور عرضية الغلط منها التدعين طيب خلاص ادي ساق بالشكل ده كده نفسه نفس الشرح هنا اهو خلاص فحنكتفي بمثال واحد فقط وحنجاي شايل المثال ده طب نيجي بقى للبطاطس سموها بقى ايه ممكن تفتكرها جزر لا الحقيقة ده مش جزر اما الفروع الفروع القريبة من سطح الارض الفرع العادي نزل تحت الارض وابتدى يعمل تخزين يعني ايه لو بصنا كده حنلاقي سطح الارض اهو وقاد الساق بالشكل ده كده الفروع القريبة ثم جاي نازلة هناهوت بالشكل ده كده طب ما ده كان عليه اوراق وبرعم الاوراق وعت خلاص ولكن البرعم لسه ما وجوده ويبتدي الجزء ده بقى ينتفخ يخزن كده وينتفخ فيعمل لي البطاطسايا دي خلاص وعشان كده عرفت منين الان ده ساق حلاقي عليه براعم وبقى الاوراق يعني هاي كل اه كل الاوراق وعت مكان الورقة جوه هنا برعم فكل البرعم دي براعم ابطية خلاص بنسميها سعب المزارعين يسموها عيون اللي هي البرعم الابطية وهتلاحظ حاجة المسافة من البرعم للبرعم ده بصوا قد ايه كبيرة وبعدين ابتدت تقصر من البرعم ده وبعدين ابتدوا يتجمعوا هنا ليه عشان ده المكان والطرف اه براعم قمية في الطرف بالشكل ده يبقى عرفت منين البطاطس عبارة عن ساق لان عليها براعم خلاص موجودة والبراعم ما بتكونش موجودة على الساق اسم النبات بطاطس الجزء النبات الكده ده عبارة عن ساق الساق ده نسميه في الحالة دي بقى لما يكون منتفق كده ونزل تحت ونسميه درنة التحور انتفاخ الساق الهدف التخزين اه بدليل احنا سبناها شوية كده حتلاقي كل برع من البراعم ينبت ونجاها يعطيك ايه نبات جديد الشريحة طبعا دي مش عايزة للتوضيح فقط يعني بس عشان تأكد ان هي ساق تعالى النبات تاني هو اسمه هنا نبات القلقاس ايه القلقاس ده انتو بتعرفوش وبالتالي هشيله بنا على حضراتكم اهو عشان ما تشغلوش نفسكم به ان البصل ده اظن معروف بقى فالبصلية بالشكل ده هو ايه اللي حاصل هو فين الساق وفين الجزء وفين الورق الموضوع داخل في بعضه لا من غير ما نخش في بعضه ولا حاجة لو بصنا هنا كده انا بقول لحضرتك الساق هنا موجود فين الساق موجود هنا قرسي لو انت عطعت البصلية اهي فين الساق اهو اللي هو جزء الجزء ده ده الساق طالع منه جزء اللي تحت اهي وجزء ما قدرش تميز جزء الرئيسي يتبقى جزء اللي فيه طب وإيه اللي طالع ده بقى منه اهو الساق اهو كل اللي طالع منه اوراق كل الاخدر ده اوراق طيب ايه بقى اللي حصل ده البصل اللي اخدر لو سبناه بقى لفترة تبتدي قواعد الاوراق يعني الجزء ده من الورقة الجزء اللي هو ده الاجزاء دي من الورقة تخزن فتنتفخ تعمل لي البصلية بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين حضرتك فيبقى ده عبارة عن ايه عبارة عن قواعد الاوراق حصل لها تحور ده انتفقت ليه للتخزين طب والاشرة اللي برا لونها احمر دي وبتاع اللي احنا بنقعد نشيلها دي اوراق جافة دي للحماية يبقى النبات ده انا مش محتاج دي اهو هاخد التانية بس دي انا هشيله بالشكل ده كده اهو حضرتك فحكتفي بالصورة دي او الشريحة دي بس ده عبارة اسم النبات ايه البصل اللي باين عندي هنا قدامي ايه كل حاجة الجزء اللي باين والصاق اللي هو الجزء اللي هنا ده الصاق اللي هو ده يا جماع اللي هو الحتة دي ده الصاق اهو ده بيسموه صاق قرصية خلاص وطالع منها اوراق الجزء اللي هنا ليه فيه والصاق قرصي بقى عمزة القرص الاوراق استوانية التحول فيه تحول هنا اه الساق اصبح قرصيا مهاش قائم عادي خلاص زائد انتفاخ قواعد الاوراق الهدف من التحولات دي التخزين يبقى ده البصل نبات البصل وطبعا هنا باين ان هو ابتدى ينبت اهو بالشكل ده كده لكن انا مش عايز هذه اللوح طيعا نروح هنا بقى للصبار او التيني الشوكي اذا بيسموه جزء اللبات اللي عندي هنا دي عبارة عن الساق والاوراق اللي اتنم مع بعض بقى منتفخين بالشكل ده كده خلاص فلكن انا مش عايز ده حنشيل دي اه ايه اللي حصل ان احيانا البراعم البرعم ده احنا بنتكلم عنه باعتبره ساق مستقبلية مهاش البرعم ده حيدي فرع فاحيانا بدل ما يدي فرع زي ما حضراتكم شايفين كده عطى ايه محلاق محلاق اللي هو ده ليه بقى كده عشان يتسلط يعني الساق بتكون ضعيفة مش قادة تنمو قائمة لفوق فيما جاء عمل المحلاق ده يمسك في نبات جنب منه او حكة خشبة او اي حاجة عشان يقدر ينمو قائما يبقى هنا الساق اللي هو البرعم الابطية تحورت لمحلاق لإيه للتسلط تعال نشوف بقى الاوراق اللي هو شايلها الاوراق بتكون عندي اوراق نوعين خلاص طبعا الورقة بتكون طالعة على الساق فالجزء اللي شايل الورقة ده ده عنق الورقة نفس الكلام هنا ده عنق الورقة ده عنق ورقة الله يعني دي كلها ورقة واحدة ايوة حضرتك هنا دي كلها ورقة واحدة جزء واحد بالشكل ده زي ما حلق شايف او بيكون مشارشر من هنا خلاص او مفصص يعني يبقى دي اشكال اوراق بسيطة يعني كل ده بيسموه نصل نصل الورقة انما هنا الورقة بقت مركبة يعني متفصصة خالص كل واحد ليه عنق صغير كده انما هنا لا هنا متفصصة اه بس لسنا متصلين يعني لو بصيت كده مش كل واحد مفصول لحاله انما هنا لا الاقيهم مفصولين بياخد شكلين الورقة المركبة دي يا اما بالمنظر ده عاملة زي رشة النبات يا اما كلها عاملة زي كف اليد خمسة كده او ستة او عش ايا كان عددهم طالعين من نقطة واحدة يبقى لو طلعوا من نقطة واحدة دي طبعا اما دي مش ورقة دي كلها ورقة يعني كل دي كل دي كلها الوحدة دي كلها دي كلها ورقة نفس الكلام هنا اما الكل واحدة من الصغيرين دول ايه وريقة تصغير كلمة ورقة لو طلعين من نقطة واحدة يبقى دي ورقة مركبة راحية ولو طلعين بالشكل زي الريشة يبقى ورقة مركبة ريشية اهو واجي التركيب بتاع الدنيا كلها يبقى ااجي ورقة اللي هو ده نصل الورقة البراعم مكانها فين اهوب انا مكبر لك براعم اللي حبتد تدي افرع جديدة ده برعم من ابط ورقة خلاص اهوب وده العنق الورقة اللي هو الصغير ده سعب يبقى اطول اقصر ايا كان يعني وده البراعم الابطية نصل الورقة ده احيانا ألاقيه بيبقى مش متخد منه حاجة أو ألاقيه مسنن بالشكل ده مسنن حاد أو مسنن مستدير في اشكال تانية لا حصرة لها لكن ده كمثال فقط يعني ده بيسموه حافظ او نصل الورقة طب الحرف بتاع الورقة اللي هو فين يعني اللي هو الطرف ده يأما بيكون مستدير او بيكون حاد او بيكون مستدق يعني مسحوب بالشكل ده كده ده طرف الورقة قاعدة الورقة بقى من تحت يعني فين عنق الورقة اللي هي الاجزاء الصغيرة دي فين بقى القاعدة بتاعت الورقة اللي هي فوق العنق على طول اللي هي الحتة دي اللي هي الحتة دي اللي هي الحتة دي بالشكل ده كده يأما بتكون مستديرة او بتكون حدة شوية او بتكون كردية قلبية عامة زي شكل القلب بالمنظر ده كده دي قاعدة الورقة في اوراق بقى بتكون متحورة عشان تقوم بوظيفة يا الله طب هي ايه وظيفة الورقة الورقة وظيفتها تعمل بناء ضوي وتعمل ناتح بناء ضوي عشان تعمل الغذاء والناتح بتفقد مياه لسبب او الاقل يعني عشان عميت تبادل للغذات كمان طيب النبات اللي قدامنا ده هناخد مسأل واحد ده نبات اه انبينسس خلاص بكتوب بالنغيس احنا عايزينه بالعربي ده عبارة عن الورقة نوع الورقة شكل الدورة زي الدورة زي الكوباية كده زي الكأس التحور الاوراق بتحورت الى دورة مملوء بعصائر هادمة اهو العصائر اللي تشايفينها هنا اهي هادمة فيها انزيمات ليه وكمان فيها شعيرات موجودة على الحرف هنا ووجود شعيرات بتجهة نحو الداخل خلاص اللي هي بتكون تحوى الداخل بتكون بالشكل ده كده اهي بص الورقة مليانة شعيرات طيب ليه بقى التحور الغريب ده اه الهدف من التحور استياض الحشرات والتغذي عليها زي ما انت شايف كده اي حشرة تقع جوة في السائل ده مش هتطلع تاني والغطاء ده يقفل عليه خلاص اهي بقى هنا شعيرات متجهة للداخل عصائر هادمة ده عبارة عن شريط كده بالشكل ده عام زي الجناح ودي فتحة الفم بيسموها فم كائن وفم يعني وده الغطى بتاع الورقة ده المثال الوحيد اللي احنا عايزه في تحور الاوراق طبعا ده مثال اخر مش عايزه بالشكل ده كده تعالى بقى نروح للزهرة الزهرة دي تحتاخدوها ان شاء الله في مقرر اخر اللي هو عبارة عن مقرر تصنيف النبات الزهري فبالتالي مش عايز الزهرة تشريح النبات ده هيتخد في مقرر مستقل ان شاء الله بالشكل ده في مقرر كاملا لحاله فبالتالي الاجزاء دي كلها ايه مناش عايزه وبكده بنكون هنا الجزء الاخير من الشرح العملي ان شاء الله ان كنت وفقت فمين الله وانا اقطعت اولستو شيئا فمين نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل في عملنا هذا رياء او صمع طب امين الاختبار بيجي ازاي هقولك مثال على سبيل الامثلة اهو نبات زي كده هتلاقيني جايب لك الصورة دي من غير بيانات خلاص وهم جايب لك هنا اقولك هتلاقي اسم النبات وقدامه نقط يعني هبقى شايل هنا سايب نقط فانت هتكتب اسمه اقولك جزء النبات هتقولي الاوراق هقولك نوعه تقولي كذا يبقى الاجزاء اللي هتبقى فاضلة وانت تكملها اللي هي اسم النبات اهو الاوراق واهو اللي هو جزء النبات خلاص هل شرط كلهم لأ ممكن اقولك بعضهم بس شكل كده التحور اللي موجودة عندي كان التحور عبارة عن ايه خلاص والهدف من التحور بالشكل ده كده يبقى انا كتب لك الاجزاء اليمين وانت هتكمل البيانات وهكذا في باقي العينات اجيب لك مثلا عينات زي كده خلاص الصورة احطها لك واشلك البيانات وانت تكملها مثلا يعني نفس الكلام هنا اهو نفس الكلام اهو نفسك اقولك اسم النبات هتقولي كذا جزء النبات هتقولي كذا والى اخره نفس كل العينات دي بالشكل ده كده يبقى مجرد استكمال البيانات اللي هي مطلوبة يبقى العينة انا هتطلق حاجات ايه جنبها باهم جاي يسألك عنها خلاص بالشكل ده وهكذا باقي كل العينات لغاية الاخر شكرا وانا اتقي على اخير بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وانا اتعلق чит